صباحكم ورد مشاهدينا وصباح التحدي والجرأة نطل عليكم جديد ونرفع التحدي اليوم رفقة شباب المجتمع المغربي الطموح وفهم ما ينتظرونه وتحدي لنا جميعا مرحبا أطلقت الحكومة المغربية مؤخرا برنامج فرصة وبرنامج طموح مبتكر يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من حامل الأفكار أو المشاريع المقاولتية ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ويأتي إطلاق هذا البرنامج آخذا بعين الاعتبار الصعوبات والتحديات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعرقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا ويضع برنامج فرصة الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل خاصة بين الشباب التمكين للمواطنين في صميم عمله حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل ويلتقي برنامج فرصة مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية ويتكامل مع المنظومة المعمول بها وإطلاقا مما سبق سيصب تحدي اليوم على الجمود المبذولة من طرف المراكز في مواجهة الشباب حامل المشاريع وأفكار المشاريع ومدر خراط الشباب في العمل المقاولاتي والتسهيلات والتحفيزات الممنوحة لهم لإنجاح مشارعهم ما هي التحديات التي تعترض مسارهم المهني؟ هذا ربما هو السؤال أو التحدي الذي نرفعه اليوم ونضعه في دائرة الضوء يسعدني أن نستضيف معنا مشكورا المحلل والخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري مرحبا مرحبا أستاذ خديجة وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة مرحبا نورتنا كما يسعدني أيضا أن نرحب معنا بشكر الجزيب الأستاذ زهير تخيسي مختص في مجال المقاولات وإدارة الأعمال أيضا هو مستثمر في شركات ناشئة وخبير دولي في التحول الرقمي والابتكار سيتعبر عليه أن ينضم إلينا في هذه اللحظات وسننتظره أكيد ليلتحق بنا في البلاتو لكن دعونا في البداية أتوجه لكم أستاذ ساري ربما في هذه الفترة الراهنة شباب يعاني من بطالة أو عطالة ولكن ربما هناك برامج تحفيزية أود أن نستقرأ الوضع الاقتصادي والشباب أظن بأنه لن نكون حتى نكون بقعين أكثر يعني جائحة كورونا ألقت بدلالها وكان لها الأثر الكبير لأنه يعني في السابق كنا نتحدث وقبل كورونا بأنه يعني معدلات البطالة مجملا أنها لا تتعدى 10% ولكن اليوم يعني تجاوزت 12% وبالنسبة للشباب بشكل أكثر وبنسبة للشباب الحاملين للشهادات يعني بشكل كبير جدا لمجموعة من الاعتبارات الاعتبار الأول هو أنه يعني التكوين الأكاديمي أو التكوين الذي يعني يلقى أنه بداخل الجامعات يعني أنه ليس منصب بشكل كبير نحو إدارة الأعمال مثلا نجده بأنه هناك يعني دراسات أو شعب مختصة في إدارة الأعمال ولكن يعني لم نفكر يوما أنه هذا الشاب الذي يدرسه مثلا في البيولوجيا أو في الآداب أو في مجالات أخرى لماذا لا تكون هناك يعني شعب مادة لإدارة الأعمال إذن هذه العملية يعني أنه إدارة الأعمال وإعطاء هذا النفس يجب أن يتكون منذ البداية ليس فقط أن هناك شعب مختصة وهناك طالبة مختصين ولكن أظن بأنه مثلا الطالب في شعبات البيولوجيا هو محتاج غدا ليكون له مختبر المختبر يحتاج إلى تمويل يحتاج إلى إدارة يحتاج إلى مواكبة إذن يعني هذا الطلب أتمنى بأنه دعوة بأنه الجامعات المغربية بجميع شعبها بجميع أصنافها يجب أن تتوفر على مادة لقا لهذا الشباب من أجل تكوين يعني مقاولة جميل الشباب المغربي والتحدي والجرأة أين يتموقع اليوم؟ في ظل يعني ما يعرفه البشهر الاقتصادي بالتحرك للأسف لنكون واضحين أستاذ خديجة وأنه نجد بأنه غالبية شباب يعني يفضلون العمل في القطاع العمومي هذا العائق الأول قبل أن نقتحم مجال هل يمكن إنشاء مقاولة أو لا يمكن إنشاء مقاولة يعني أنه ليست هناك يعني روح كبير للمجزفة أفضل مثلا يقول شاب أفضل أن أعمل في القطاع العمومي حتى يضمن ربما راتب في آخر الشهر يعني يكون مضمونا ولكن مفاهم القطاع العمومي بالمغرب تغيرت لأن هناك كفاءات داخل القطاع العمومي وهناك من يتشغلون بجد وكذ يعني أنه لم نعد يعني في المنظور القديم كان من يتشغلوا في القطاع العمومي يعني يليجوا العمال في ساعات لا اليوم يعني أنه ممكن أن تجد شخص أو يعني أجير في داخل القطاع العمومي أو موظف يعملوا لساعات طوال بكذ يعني أنه تبدل المنظور هذا العائق الأول العائق الثاني هو أنه يعني أصبحت العمل في القطاع الخاص يعني يعتبره ببعض بأنه شبح وربما أنه يعني عدم الاستقرار وربما يعني أشياء أخرى ولكن أظن بأنه يعني تفكير في العمل في القطاع الخاص يعني أولا هو مغامرة جيدة وهناك تكوين ربما نشوف بعض الأراء قبل أن نكمل حوارنا إذن لتقريبنا مشاهدين من أراء المواطنين إليكم هذه الأراء ووجهات النظر وجهات نظر الشباب واختلافها نتابعه ونعود لكم مجددا لا تذهبوا بعيدا كانت درت واحد لأكسيون دي المقاولة ديتي وكننا شفنا كانت قبل كانت لأكسيون دي سكونابل تيب يعني توتبتتة انتروبريز يعني المقاولة صغرى جيد صغرى وكننا في مراد العملية دي كنا يعني أنا كنت بحكمة أني كنت يعني ديك ساعة ستاجر في أنكابنين دوديت كنا شفنا أنني لا أريد أن أريد الشركات لديه فايت و أغلبية الشركات لديه فايت ستاجر في تيبيه يعني أن هذه الأكسيون في لات 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 لأن الناس لم يكن لديها تجربة وليس لم يكن لديها أي سويفي من طرف لات من بعد جاءت مؤخرا لأكسيون دي ومقاولة ديتي كنا شفنا مؤخرا لكريديات التي تتعطيها وأنا بحكم أنني كتخدم في المجال في المجال الوطنموبيل كميرسيال كمستشار تجاري شفت بأن الناس لم يكن يأخذوش كريديات في هذه الأنطراب وأنا خاصة تكون عندك يعني المعرف بشقد أنك تأخذ ذلك الكريديات ولو يكون عندك البيديو دك شو تبغي تدير أم بروجي كتبقى 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 متردد متردد كتبقى بزاف ديال المطبات من الجانب الإداري من ما هو جانب تقلب على شنو والبروجي اللي غدي يمشي والمتطلبات ديال السوق شنائية هدو من المشاكيل رغم ما يكون عندك على الفلوس نحن بغد نظر ما يكون حقا على البيديو نتقع عندك عند أم بيديو يعني غتبقى حير شنو والبروجي اللي غدي يخرجك باش نكون جسد ما سهلاش وما سعيباش هي المقوالة متاحة للجميع لعنا لديماركش رامبينينا هدو عند واحد الكانتابل هدو واحد لديماركش وهي عندك واحد لاصوسيتي كتولي إن بخسون مغال ولكن شنو غدي تدير من بعد باش نجحة المقوالة هنا في الشباب غدي يقدروا يقعوا عراقين لفولواغ كيدي عطينا لبوواغ ني كان بريو نشأوا واحد المقوالة لابده بخستكون عندنا أول حاجة لفولانتي باش عاد نقدروا ننشأوا الأحلام دينا ونحاولوا نحققوها ولكن لابده أي حاجة كما كتبغي تبدأها من الأول لابده ما تلقاش تحديات وهالتحديات اللي كتقدر تواجه أول حاجة هي مسائل إدارية يعني إلا بغي غد ذلك لفا إيفيان وذلك لاغوتين مع الإدارات هدو كي يخليوا بعض المشاكل اللي كتجعل البنات الميذير بنعقص ولكن ليس يكون عندك لفولواخ في ذلك الحالة ركت هذه المسائل كتبت لي غير سحابة صيف عابرة إذن عدنا لكم مجددا مشاهدين وبعد أن تم الإطلاع على هذه الأرأجات النظر المختلفة فيما يتعلق بإنشاء المقاولات والشباب بطبيعة الحال أستاذ رشيد ساري كيف يتم انتقاء وتعيين هذه الترشيحات اللي عندهم هذه المشاريع ديال الإنشاء مقاولات كيف يتم الانتقاء؟ أولا يعني الانتقاء هو على يعني بطريقة رقمية وهذا إيجابي لأنه هناك ليست هناك محافات أو هناك محسوبية يعني أنه تتم دراسة المشروع بشكل دقيق هناك لجنة مختصة وهذا إيجابي كذلك ويعني حتى من بين الأشياء التي يتم الارتكاز عليها وأن هناك مجموعة من الأفكار التي تظهر بأنها ممتازة وممتازة جدا وهنا أستغل تقريرك أستاذة خديجة عندما تحددتي عن تمويل والمواكبة الإيجابي في هذا المشروع وهو يعني طالما مجموعة منها أقول الخبراء ولكن مجموعة من المختصين نادوا بهذه المسألة وأنه التمويل لا يكفي إذا لا تكون هناك المواكبة المشروع وهذا هو الإيجابي وأنه يجمع بين التمويل وبين المواكبة وأن المواكبة ممكن أن تمتد إذا ضعر بأنه المشروع هو مهم ومهم جدا المواكبة يمكن أن تمتد إلى شهر فعلا هذا المشروع لديها الفرصة واش كان فعلا أعطى أو افتح الأبواب أمام الشباب اللي هو كله طموح وكله تحدي وعنده هذا الجرأة أنه ينشأ مقاولات ويغامر يعني بهذا المعنى هذا أنا عندي بصدقة أستاذ خديجة عندي تحفظ على مسألة واحدة في هذا البرنامج هو السن الذي تم اختياره 18 سنة لا يمكن بكل صدق لأنه أولا يعني بنكون عمليين نعم بنكون عمليين بشكل كبير لأن اليوم نتحدث عن مجتمع التحدي أول تحدي الذي يعني عندنا هو هل هذا الشاب ممكن عنده الإمكانيات من أجل إنشاء مقاولة هذا السؤال الأول ممكن أن يصل الإنسان إلى 40-50 سنة سبلا وليست له قدرة ليست له لن أقول كفاءة ولكن هناك يعني مجموعة من منطقات مجموعة من الإمكانية الداخلية هل له فل الإدارة أم لا هذا هو السؤال لا أظن بأنه شاب يعني ابتداء أنوان يعني لا لا أسس غير من قيمة الشباب ولكن أظن في نظر الشخصي بأنه 18 سنة يعني مجحيفة شوية طيب ربما سأتوجه بالحديث الآن للأستاذ زهير تخيسي قربنا أكثر من جرأة الشباب من طموح الشباب في إنشاء المقاولات والاستثمار في هذا المجال رغم وجود مجموعة من الإكرهات مجموعة من التحديات ولكن ربما نلاحظ المؤخرة شباب مقبل وشاهده مفتوحة على أنه يدخل غمار هذه المشاريع الاستثمارية كنظر بالفعل هو الصراحة الواقع هذا هو أنه الشباب اليوم شاهد أنه كان واحدة الإمكانيات هائلة ذي لأنهم يقدوا يخلقوا مقاولات أنهم يصنعوا تروى لهم وعائلتهم عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة عن طريق الرقمانة شاهدنا كثير من الناس اللي استعملوا الإي كوميرس أو التجارة الإلكترونية الناس اللي استعملوا العملات الرقمية الناس وحد آخرين اللي يخدموا على مجالات المحتوى وليقدروا في طراب سلطة أنهم يحقوا واحد النجاحات لا بأس بها فأنا كنظر بأن هذا المسائل هذا الأمل اللي تخلق من جهة وحتى الأمل في الاقتصال الوطني بشكل عام لأننا كنظر بأنه المغريب تبت في السنوات الأخيرة أنه قادر على حمل تحديات شاهدنا بأنه كانوا مبادرات رائعة على المستوى الاقتصادي في ظل الجائحة شاهدنا كيفاش المغريب قد أنه يحقق واحد المجموع من الإنجازات على المستوى الصحي على المستوى التجاري على المستوى الصناعي فهذه المسائل خلقات واحد من نوع من الأمل والثقة في النفس اللي كنظر بكت تتحول إلى الرغبة في خلق المقاولة وفي المبادرة وفي المحاولة هل لدينا ما يكفي من مراكز الاستثمار اللي هي كتعمل على مواكبة هؤلاء الشباب طموحين في تحقيق هذه الأهداف لدينا ما يكفي من هذه المراكز وكنظر في الوقت الحالي ما زال يعني عندنا مراكز ديال الاستثمار عندنا جمعيات ديال المواكبة عندنا جمعيات ديال التأطير ولكن كنظر بأنه ليس لدينا في الوقت الكافي عدد كافي باش يأخذ هاد الشباب ويعاونهم باش يوصلوا من مرحلة الفكرة ومرحلة المشروع إلى مرحلة التنفيذ وبالطبع بجانب مراكز الاستثمار هناك أيضا الاحتياج للاستثمارات المستثمرين يكونوا خواص أو استثمارات يلا بغنا نقوله يعني ديال الدولة اللي ستعاون هاد المستثمرين كنم جمع من محاولات كنم برامج بحال فرصة برامج بحال ديال مقاولات الاخرية يعني كنم جمع من برامج اللي ده بتسطرات اللي كتعاون فكنظرنا هذه مسألة ماشي احنا في اتجاه الصحيح ولكن ما زال ووصلنا للمرحلة ديال نقدم قلو بأنه كنم ما يكفي من المراكز لإعاناة المقاولات طيب أستد رشيد ساري يعني ما هي ما هي الإكرهات والتحديات اللي الآن كتعترض الشباب في هذا المجال وعلمان أنه فعلا بعد يعني كورونا عرف العالم وعرف النتحنا وحن النوع من الجمود الاقتصادي شو هي التحديات اللي يمكن ترفع حاليا في هذه الظرفية تنظر أنه أول تحدي هو الإيمان هذا بالفكرة فكرة إنشاء المقاولة ستكون مترسخة ثانيا هو أنه يكون واحد نوضج كبير لهذا المقاول الشباب يعني أنه لماذا لا؟ وهذا اللي تنظر أنه يجب لعمله عليه تنظر أن هذه دعوة أخرى صريحة صريحة وأنه نشوفه هالنس اللي تديروا المواكبة نشوفه واش هالنس قادرين باش أنه منش المقاولة نشحوا بها أولى لأنه أعيد وأكرر ما كانت عندك إمكانيات ديال فالإدارة واحد الصبر يعني أنه الصبر إذا خصت كوين إذا لأي حد يلعب تكوين تكوين اللي وحده لا يكفي ولكن هناك يعني أنه حتى العالمي نفسي خصو يدرس لهذا السيد اللي غد ينشأ هذا المقاول باش نكونوا صراحة خصو يكون صبور خصو يكون فعلا لكن الحكمة ما يقشد غيام يستسلمش يعني من أول فشل ربما والهدوء أمام تريس من تحديات هنا مسألة أخرى وهي تتعلق كذلك بالدولة وأنه مجموعة ديال المساطر الإدارية لأنه خص تولي هذا كتحدي ربما أو كإكراه كي يعتارد الشباب يعتارد أنه تكون واحد السهولة ما يبقاش عندنا واحد يعني في بعض الأحيان تلقى بأنه باش نوصل لواحد الواتقة 4 أو 5 يام واتقة أخرى هل هذه العملية ببعدها رح تتحبط يعني هل هذه العملية تتحبط كي المسألة أخرى هو أنه تنظل بأنه حتى الأبناء خصوهم يدخلوا في هذه العملية ديال المواكبة المواكبة متى نقوله المالية بطبيعة الحال ولكن حتى المواكبة ديال المشاريع مني تجيب لك واحد شاب واحد واحد المشروع اللي هو تيباله بأنه ممتاز رخص دخيلة مثلا وبغي واحد القلب رخص دخيلة مثلا البنك رخص تكون لدينا واحد لجنة أو ناس مختصين اللي تشوفوا مثلا في انتغارات لأن هذه خصونا عذارة ما غديش نفع هذه المسألة هذه توجيه إذا خصو توجيه توجيه خصو كافاءات دخيلة يعني مجموعة من المؤسسات المين أستاذ تخيسين طلقة الجيدة مهمة والفكرة الجيدة أيضا هي دعام أساسي لإنجاح هذه المشاريع لكن ربما السؤال العريض هنا الشاب غديت تسأل بأي موارد وهذا السؤال اللي أنا كنظم سؤال أساسي وجوهاري لأنها دائما نبقى أول حاجة اللي بغيت نأكد عليها هو أنه كي المجموعة من المشاريع اللي قد داروا باستبارات بسيطة هذه خصنا بعدا نأكدوا عليها لأنه ربما بزاق الشباب كي دنوا بإنه باش مشروع أنا كان عاف شباب اللي ينشؤوا مشاريع على المستوى التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي يعني كي بيعوه في ولاية المتحدة كي بيعوه في أوروبا يعني بلا بغلو باستثمار بسيط يعني لا يتجوز بعض الأحيان 3-4000 فهذا الجانب الأول ولكن هذا لا يعني أنه ما كنش مشكل موارد لأنه مجموعة من المشاريع اللي ممكن لاش توقف المشاريع الصناعية المشاريع اللي عنده علاقة بالابتكار ممكن لاش توقف لما كان واحد للقدر للإستثمارات اللي كافي اللي غيسمح بأنه مشروع يمشي القدام لأنه مشروع بحلال ابتكاري كي تطلب واحد العام عامين على الأقل ديال الاستثمار قبل ما تصل للمرحلة اللي غيرت لديك هذا إشكال اللي واقع وخصنا نعترف به في المغرب كي المبادرة كيف قلنا انطلاقة مبادرة مهمة فرصة بشكل آخر كي تمويل اللي كتعطي واحد المجموعة من تمويلات اللي كتوصل من مئتين ألف درهم حتى سبعمائة ألف درهم المشاريع المفتكرة كيين واحد المجموعة من صناديق الاستثمارية لنك لفوند كابيطال غيسك اللي تهوما دخلوا في هذا المجال في المدة الأخيرة وكي حاولوا أنهم يعمل المشكلة اللي كيين هو مشكلة عقليات لأن في أغلب الأحيان هاد الناس هادو باشي يقتنعوا بمشروع كي تلبوش مسائل اللي غير ممكنة بالنسبة للشاب اللي الله بدأ يعني تعجيزية هذا جانب أنا كنظن خص الشباب خصنا أول مدهن قتنعوا بأن العالم ولا قرية صغيرة فالشباب مخصوش يفكر في مصادر تمويل فقط في المغرب أنا كنعرف شباب اللي يمشوا أولا المستمرين ذاتيين يدي بيزنس أنجل كونتاكتا ومستمرين ذاتيين في دول أخرى في خارج المغرب في الولايات المتحدة أو في الشرق الأوسط وعاونهم عاونهم في اللول بمسائل بسيطة ومن بعد طورة المسائلة فالبحث عن المال وعن الاستثمار مخصوش يكون حق على السوق الوطني إلا الناس ما نقتلعيش في السوق الوطني مشوا نقلبوا على الاستثمار حيث يوجد إلا كل المشروع دينا بيناس عنده واحد القيمة على المستوى الفكرة وعنده واحد الإمكانية دي لأنه يوصل للعالمية أو يوصل على الأقل جميل هل نفس الإشكالية اللي طرحها أسد رشيد ساري فيما يتعلق بالمراحل الإدارية والأجراءات دي هذه المشاريع كتعرف واحد النوع من العرقلة يعني ربما هذا كإكرار إياك هذا إكرار مهم وأنا كنضم الصود للصود لأنه مشكل كبير عنا في المغرب هو مشكل دي من جهة قبل ما نوصل للمساطر كانت مشكل للتقنين عنا وحنا مجموعة من المجالات المقننة نعطي مثال المجال المالي في الوقت الحالي صعيب باش شركة متخصصة في المجال الفينتك يعني في المشاريع المتعلقة بالمسائل المالية صعيب باش أنها تخرج في المغرب باش لأن التقنين اللي كاين كيمنع أن هذه الشركات تبدأ إلا إلا كان عندها رأس المال كبير أو كان عندها واحد دعم من طرف شركات قبراء أو من طرف أمناك فهذا إشكال يعني خصنا نبسطه القوانين باش تسهل المسألة الدول أنجلوساكسوني نحن في المنظومة الفكرية القانونية هي منظومة فرانكوفونية والمنظومة الفرانكوفونية للأسف هي منظومة المبنية لأنك بين قوسين أنك مدان حتى تثبت العكس فيجب عليك أن تثبت بأنك دونية صادقة ومبنية لأن القانون يقول الحقيقة فهذه المسألة هي تتعقد القوانين وكتشكل إكرهات كبيرة وعرقلة وعرقلة على المستوي يعني مصار المجال المالي ولكن بحلها المجال الصحة مقنن بشكل كبير المجالات اللي عندها علاقة بالعادل أو بالتربية أو التعليم مجالات المقننة بشكل كبير اللي لم تسمح هامش ديال المبادرة المقاولية وبغض نظر على هذه النقطة كالنقطة اللي ذكرنا هي المساطر لأنها مشكل باش الإنسان يضيع شهر باش يوجد واحد الأوراق إدارية باش يقدم لأنا بلدوف أو هذا ضح له الوقت يعني ضح له الوقت لأنه ضيع دلوقت وممكن يحبطوه فعلا يتراجع وصف يعمل من ناقص كما كنقوله ولكن هنا نحنا نحتاج لتحفيز آليات تحفيز شباب أستاذ رشيد ساري يعني كنه آليات تحفيز يعني كتشوف أنها ممكنة تحفز الشباب على الإقدام على هاد المشاريع الاستثمارية نبدأ بعدها بالمدرسة نعم كأول نبدأ ماشي بالمدرسة سبحلي أو أستاذة خادشة نبدأ بالأسرة تنشيئة اجتماعية أنه ستكون مستقل وهذا وكين عندك يعني الفكرة هذه أن الدار تكون عندك مقاورة ثانيا المدرسة حتى هي تكون ومتنقوله المدرسة في المرحلة آخر للجامعة ولكن تبدأ في المنائج التعليمية تنعطوهم هذه الأدوات يعني تبدأ بشكل أكاديمي من بعد هو أنه تكون عندنا حتى هذه البرامج تكون بكترة بززاف عندنا تنشوفوها في المشهد الإعلامي في الحلقة اليوم ولكن تكون عندنا بززاف مشي حلقة ولا جوج مشي برنامج أو جوج يكون عندنا برامج التي تتحفز عدم المسألة الأخرى هو أنه المؤسسة المالية الإضافة إلى الدولة أنه تكون عندنا المرونة بش أنه تتعطى تبويلات وغيركز عليها ونسترع عليها بزاف أستاذ خليجة وهو المواكرة وبهذا نختم نقطة في غاية الأهمية إذن إلى هنا نسدل ستار على تحدي اليوم شكرا للمحلل والخبير الاقتصادي راشد ساري شكرا جزيلا لك نورتنا أيضا الشكر موصول الأستاذ زهير تخيسي مختص في مجال المقاولات وإدارة الأعمال مستثمر في الشركة النشئة وخبير دولي في التحول الرقمي والابتكار مرحبا شكرا نورتنا شكرا جزيلا إذن مشاهدين أنا على وعد رفع تحدي جديد غدا في نفس الموعد شكرا لكم وشكرا للطاقم الرائع الذي رفقني ألقاكم غدا مع كامل محبت شكرا